اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي هل لو قلتها يلغي الحقوق اللي علي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا الحقوق كل من أزدى إلى إنسان معروفة يعني ندرب مثال مثلا أنت معلمك الذي علمك لحق عليك يدخل فيه أيضا بر الولدين يدخل فيه صلاة الأرحام لكن لا يكتفى سيد الكريم بالدعاء هذا بدون نقل الأقدام في عيادة المرضى أو التهنئة يعني عمتك خلتك معلمك شيخك هل مجرد رسالة هاتفية أو دعاء لابد أن تذهب إلى هناك ويمكن من باب التسامح وإحنا على أبواب عيد الميلاد المجيد لسيدنا المسيح عليه السلام شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورح يذهب لعيادة شاب مريض يهودي يحتضر كان بإمكانه أن يرسل مندوبة لك الرسول راح بنفسه راح بنفسه نعم صلى الله عليه وسلم أكرم أمه من الرضاع سيدتنا حليمة السعدي وأعطاها يعني قدرا من الهدايا وكذا فالشاهد لا يكتفى بالدعاء لابد من نقل الأقدام وفعل ما يمكنك هدية دي كل اسمه جبر خواطر تذهب إليه تقضي حوائجه ولذلك كل دي يجمع حديث حضرتنا عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وخير الناس أنفعهم للناس لا بد أن تزل نعم سبحان الله